طيب خلينا نبدأ مع حضراتكم من تغريدة لدكتور تادرس أدنوم مدير عام منظمة الصحة العالمية خلينا نجيبها بس عشان زمالي عامليني مفاجآت حلوة طيب دكتور تادرس أدنوم بيقول شكرا جزيلا كتبها بالفرانكو أرب زي التلاتة أربع الشابات دلوقتي بيستخدموا اللغة دي بيشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحوار المثمر اللي كان النهاردة خلال اللقاء اللي جمعوا بالسيد الرئيس في قصة الاتحادية والتعاون القوي مع منظمة الصحة العالمية وقال احنا اتكلمنا عن التزام مص بمبدأ الصحة للجميع هلفر قول وده بيقول اللي واضح من خلال برنامج التأمين أو منظومة التأمين الصحي الشامل والقضاء على فيروس سي والاستثمار في أحدث التقنيات في صناعة اللقاحات اللي هي الـ MRNA ايه هي الـ MRNA؟ عشان بس أذكر حضراتكم ونقرب المسافات نفس التقنية اللي استخدمت في صناعة لقاحي بفايزر وموديرنا فتر الكورونا حدش نسي أكيد الحاجات دي يعني صحيح يا ما بقلش حاسين بالكورونا قوي دلوقتي بس يعني في سنتين مش هيتمحهم للذاكرة يعني فـ MRNA ده التقنية اللي استخدمت في صناعة لقاحي بفايزر وموديرنا والنهاردة كان دكتور تادرس إدنون بيتكلم على انه مصر بتستثمر في هذه التقنية لاستخدمها في صناعة اللقاحات ممكن تفكر انه قالت طب كورونا وخلاص وبتخلص وبتاعها هي التقنية دي مش معمولة عشان كورونا بس انه بتستخدم في صناعة اللقاحات بصفة عامة فده كان التغريدة اللي كتبها دكتور تادرس إدنون بعد لقاءه بالسيد الرئيس النهاردة والحقيقة انه خلال اللقاء السيد الرئيس اكد على حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر زيارة مهمة جدا جدا الحقيقة وده كان لقاء من ضمن اللقاءات والجوالات اللي قام بيها تادرس إدنون مصر 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 مصر